اشتركوا في القناة السفير البريطاني لدى اليمن يعلن أن دول مجلس التعاون تفكر بمحادثات مستقبلية ويدعو الحوثيين لاغتنام الفرصة والبرلمان الباكستاني يرفض سحب الثقة من رئيس الوزراء ودعوة الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر أهلا بكم إلى نشطة الخامسة من العربية اتهمت كييف روسيا بارتكاب مجزرة في مدينة بوتشا التي حررتها مؤخرا من القوات الروسية وقد توالت الإدانات الدولية لقتل المدنيين في المدينة مطالبة بمحاسبة روسيا لارتكابها جرائم حرب كاميرا العربية دخلت بوتشا ورصد موفد العربية عمار الهند دمارا واسع النطاق في المدينة نحن في بوتشا التي كانت محط أنظار العالم في الأسابيع والأيام الماضية هذه القرية التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية ومنها كانت تشن الهجمات على القرى التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية الصورة أبلغ كثيرا من الكلام هذه إحدى الطرقات وسط بوتشا لكم أن تتخيلوا أن جميع طرقات هذه القرية بهذا الشكل الدمار هائل جدا هذه كانت مدينة حرب حقيقية طاحنة هذه آليات متفحمة ومدمرة في كل مكان القصف طال كل مكان في هذه البلدة الدمار هائل القوات الروسية كانت انسحبت قبل أيام قليلة من هذه المدينة التي كانت تتخذها مركزا استراتيجيا لشن هجماتها على القرى والبلدات الأوكرانية المحيطة بالعاصمة كييف هذه الصورة من داخل بوتشا هذه الجولة الحصرية التي تمكننا من الحصول عليها ودخول بلدة بوتشا وهذه المناطق حيث كانت تجري المعارك العنيفة القوات الأوكرانية لا تزال تلتقط الصور لهذه الآليات وهذه الطرقات والمنازل والدمار الهائل طبعا من هذه المنطقة كانت القوات الروسية تقصف إربين بلدة إربين والبلدات الأخرى وكانت تتمركز في كل مكان هناك أحاديث أيضا بأن القوات الروسية لغمت وفخخت منازل في قرية بوتشا ومناطق واسعة وبالتالي عمليات المسح والتمشيط لا تزال تجري حتى هذه اللحظة لتفكيك هذه الألغام وتفكيك المتفجرات وبالتالي عملية دخول القوات الأوكرانية لجميع مناطق بوتشا حذرة جدا وليست سريعة طبعا هي بطيئة خوفا من وجود منازل مفخخة بالكامل هذه الصورة ننقلها لكم من داخل بوتشا التي طبعا تصدرت الأخبار في العالم ونشرات الأخبار للحديث عنها كلما سرنا في هذا الطريق سنجد دمار هائل وآليات متفحمة في كل مكان معظم هذه الآليات طبعا للجانب الروسي ولكن هناك أيضا آليات أخرى للجانب الأوكراني كانت في هذه حيث تجري المعارك والدمار الهائل طبعا عمدة هذه البلدة رئيس بلديتها أكد بأن الشرطة الأوكرانية عثرت على جثث لمدنيين كانوا قتلوا بعضهم كان مكبلا تتهم أوكرانيا روسيا القوات الروسية بارتكاب هذه عمليات القتل هذه الدمار هائل الصورة تتحدث لكم عن حجم الدمار في بوچا التي وبعد أن دخلناها علمنا لماذا كانت فعلا هي محط أنظار العالم من جولة حصرية داخل بلدة بوچا لقناتي العربية والحدث عمار الهندي هذا وقالت القوات الأوكرانية أنها استعادت السيطرة بشكل كامل على مطار أنتونيف في بلدة جوستومل بالقرب من كييف موفد العربية عمار الهندي أيضا جال في المطار وعاد بهذا التقرير نحن في جولة حصرية في مطار أنتونيف في بلدة جوستومل الأوكرانية هذه البلدة الاستراتيجية التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا بدأت العمليات العسكرية الروسية في هذا المطار بإسقاط جوي لمظليين تمركزوا في هذا المطار وهذه آليات عسكرية مدمرة في كل مكان في مطار أنتونيف وهناك طبعا ذخيرة حية على الأرض في أرضية المطار لم تنفجر بعد هناك قنابل يدوية هناك ذخيرة وآليات عسكرية مدمرة في كل مكان أينما نظر تجد آليات عسكرية هذا المطار شهد معارك ضارية وعنيفة جدا خلال الأسابيع والأيام الماضية قبل أن تنسحب منه القوات الروسية وقبل أن تسيطر عليه القوات الأوكرانية هذه طائرة مدمرة طائرة مدنية مدمرة أوكرانية طبعا وهناك طبعا طائرات في مدارج أخرى بأرضية هذا المطار مدمرة بالكامل حجم الدمار رهيب وكبير جدا طبعا هذه دخيرة حية في كل مكان لم تستخدم وهناك أسلحة رأيناها أيضا وهذه قنبلة يدوية لم تنفجر بعد ولم تستخدم نحاول طبعا أن نسير ببطء في هذه الجولة في مطار أنتونيف في قستوميل هذا المطار مطار استراتيجي كانت القوات الروسية اتخذته مركزا ومنطلقا لعملياتها وبعدها انتقلت إلى بوشا وبعد بوشا إلى إربين وإلى المناطق الأوكرانية الأخرى في سبيل إحكام السيطرة وحصار العاصمة كييف قبل أن تنسحب من هناك ومن هذه المناطق لقناتي العربية والحدث مطار أنتونيف وفي أودسا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مصفاط نفط وثلاثة مستودعات وقود قرب المدينة بصواريخ علية الدقة وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية استخدمت هذه المنشآت لتزويد قواتها بالإمدادات بالقرب من مدينة ميكولاييف وعام ورسيلي ورسيطرة رسيطرة جBeat اتنعي جباً أكلم ورسيطرة ركتات من مدينة مصفاط نفط مالينة تنفط مقودة ينفط وقران تنفط المهنزل البنزل من غير المنزل المنزل انتون المنزل المنزل مقودة معني اليسل بيسفلود إلقائيات الأبارات في رأيناك نسلونة كودريشوفك وشورفك إلى أوديسة الآن حيث مفد العربية عادل عيدان يتابع الأوضاع عن كثب عادل أهلا وسهلا بك مجددا جديد المشهد الميداني وأين تركز القصف المتبادل خلال الساعات القليلة الماضية أهلا بك طالب أستطيع أن أؤكد طالب أن المصفات لم تدمر كما قالت القوات الروسية كنا هناك قبل قليل لتوعدنا من هناك لكن ما زالت فرق الأطفاء تكافح أنت ترى الآن خلفي هذه الأعمدة عمدة الدخان الأسود نتحدث نحن عن 11 ساعة وما زالت فرق الأطفاء تحاول إخماد النيران ولكن الدخان الأسود ما زال يتصاعد في سماء المدينة وسماء هذه المدينة الملبدة اليوم بالغيوم بس عادل إذا كانت المصفات لم تمس لو سمحت لي ما الذي استهدفه القصف إذن فقط لنوضح للمشاهدين إذا كنت أكد أن المصفات لم تمس فما الذي استهدفه هذه القصف نعم خزانات الوقود كما ذكر طالب القوات الأوكرانية قالت بأن مضاداتها الأرضية ودفاعاتها الجوية أسقطت صواريخ لكن بعض الصواريخ سقطت على خزانات الوقود التي سببت هذا الاشتعال وسمع دوي انفجار عند الساعة السادسة صباحا وخمس دقائق نحن نبعد تقريبا 20 كيلو مترا عن تلك المنطقة لكن كما ترى الدخان المتصاعد سمعنا أيضا الأصوات بشكل واضح عند ساعة الصباح الأولى وتحديدا الساعة السادسة وخمس دقائق القريبون ومن بيوتهم بالقرب من تلك الخزانات كانوا يقولون من أن ثلاثة انفجارات وقعت أقواها هو الثالث حيث يبدو أنه كان لمواد مشتعلة أيضا والحريق كان كبيرا فرق الإطفاء وحتى تقريبا قبل ثلاث ساعات من الآن كانت فرق الإطفاء تتجه إلى هذه الخزانات الوقود في محاولة للتطويق الحريق وسيطرة عليه نعم تم السيطرة على بعض الأماكن والمناطق التي اشتعلت بتلك النيران ولكن ما زالت فرق الإطفاء تحاول مكافحة هذه النيران نحن نتحدث أن هذا الاستهداف ليس الأول طالب يوجد وهذه المنطقة التي تبعد ستين كيلو مترا عن قلب مدينة أوديسا تعرضت يوم أمس لصواريخ لم تصب بأضرار كان هناك أيضا محاولات لإطلاق صواريخ من قبل القوات الروسية كانت الدفاعات الأوكرانية إما أن تسقطها في البحر أو تسقط في مناطق نائية ولم تصب أضرار لكن هذا هو المؤلم الأشد بالنسبة لسكان أوديسا الذين أصابهم الذعر وتوجهوا إلى محطات الوقود ليقفوا طوابرة طويلة ما استدعى عمدة المدينة لطمأنتهم عادل عدام موفاة العربية عادل دائما شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة على هذه التغطية من مدينة أوديسا الأوكرانية القوات الأوكرانية استعادت السيطرة أيضا على مدينة مكاريف التي تبتعد حوالي 50 كم عن العاصمة كييف العربية وصلت حصريا إلى تلك المدينة لرصد حجم الدمار كما تحدثت إلى عمدتها حصريا قناة العربية والحدث هنا في مدينة مكاريف هذه المدينة التي شهدت معارك لفترة طويلة من الزمن بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي كانت منطقة الشيطرة الأوكرانية للمتابعة الأوكرانية ، فقد انقلوا في مدينة مكاريف من 10 دنين يوجد هنا لدينا في مدينة في حوالي منطقة المدينة ومتلوا بمكاريف الآن من المدينة ، دخلوا في مدينة في مدينة ميونة ميونة الزمن هناك لفترة لقد تجدوا أن نتعود إلى مدينة مكارف وآلان عادة سيطرة القوات الأوكرانية ويقول الجنود أنهم الآن يشراعون في إعادة الحياة إلى هذه المدينة نحن ننتقل من شارع إلى شارع من حي إلى حي في مدينة مكارف الشارع متشابه في حجم الدمار الشارع متشابه في هذا السيكون ويترى و أنت ترى أن هذا هو حتى يكون في الاخرى بشكل بشكل ضيائي في حقيق الوصول مكرافو. نهاية الثاني لنحن نشعر أكثر من مكرافونا. نعرف أن أكثر من الوصول مكرافونا مكرافونا لنحن في دقاء بشكل مكرافو. هذا الآن مستوى. نقطع تقرح بقرحة المتواجمات التي تقرح فيها في حالة لكن في أول مرحبًا 60-70% من المتواجمات نحن يمكن أن تقول أنه مستوى كتابة لأننا في حالة وفالة وفالة من المتواجمات روسياني بيلي با بيكتان كريتيشنة انفرستروكتوري بعد ذلك نمي سويتل نميه ودي وشي درهي تيجن مي سيدمو بز غازو بز غازو السكان المحليين هنا في مدينة مكارف يتحدثون عن حوالي 70% من المدينة دميرت بالكامل نتيجة القصف الروسي وإطلاق النار من القوات الروسية هذا المبنى كان عبارة عن مركز صحي الان لم يعد موجود دمير بالكامل في هذا الاتجاه يتحدث السكان عن رياض أطفال الذي تم قصفه ودمر بالكامل وهذه جميعها أبنية سكنية للمواطنين أو السكان المحليين هنا في مدينة مكارف العربية والحدث حصريا القناة الوحيدة التي دخلت هنا إلى هذه المدينة لنرصد لكم حجم الدمار في هذه المدينة بعد أن تم السيطرة عليها من القوات الروسية تم تنبيهنا على أن يجب أن دائما ننظر تحت أقدامنا وأن ننتبه جيدا ما زالت الألغام موجودة تعمل القوات الآن على نزع هذه الألغام من المناطق المختلفة أو كما يسميها الجنود الأوكرانيين بالهدايا التي تركها الروس هنا في هذه المدينة إذن حصريا من مدينة مكارف لقناتين العربية والحدث هذا وتشهد السوق الروسي ارتفاعا ملحوظا بأسعار البضائع على خلفية الأزمة التي تعيشها البلاد وبالرغم من توفر كافة المواد الغذائية في السوق الروسي إلا أن الكثير من المواطنين أصبحوا يلاحظون ارتفاعا في الأسعار وغيابا لبعض المنتجات من المحال التجارية نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيريف قال إن بلاده ستصدر الغذاء والمحاصيل إلى الدول الصديقة فقط وبعملة الروبل أو بعملات تلك الدول مع أمين ستافروبول الآن مراسل العربية عبدالجواد الرشد عبدالجواد أهلا وسهلا بك آخر أخبار القصف والمواجهات وما الذي يصلكم من معلومات خصوصا في هذه المنطقة يعني هذه المنطقة التي تسمى بأقاليم الغذاء والحبوب تحديدا القمح والذرة مرحبا طالب نعم بالفعل في البداية سأبدأ ميدانيا عما سألت لا زالت الرواية الروسية تتحدث عن قصف مصفات النفط في أديسة وثلاثة مستودعات محيطة بها أيضا الدفاع الروسية تحدثت خلال بيانها عن السيطرة وتدمير وتعطيل العد عدد كبير من النقاط العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية جرى الحديث في بيان وزارة الدفاع عن إسقاط مسيرات بالإضافة إلى بعض مقاطع الفيديو والشرائط تم نشرها وتلقت العربية نسخة منها تظهر مروحيات ك-52 تقوم طبعا بإطلاق قذائف وصواريخ حسب الرواية الروسية نحو نقاط مموهة تابعة للقوات العسكرية الأوكرانية هذا بما يخص الشأن الميداني طبعا بما يخص قضية اللاجئين الدفاع الروسية تحدثت عن فتح مسارات إنسانية منذ سباعة صباحا اليوم بطلب من الجانب التركي لإخراج الأجانب من تلك المنطقة لا أخفيك القول بأن عدد اللاجئين الذين يصلون إلى الجهة الروسية من هذه المنطقة أنا الآن طالب في منطقة مجاورة لمنطقة رستوف على الدون والتي تحمل الهم الأكبر للاجئين عدد من قطع الشريط الحدودي بين أوكرانيا وروسيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصل إلى أكثر من ثلاثة عشر ألف لاجئ بما يخص قضية الغذاء طالب نعم هذه هي المدينة وهذا هو الأقليم هو أحد أكبر الأقليم المنتجة للنفط كما تحدثنا مع وزير الزراعة بشكل خاص للعربية قبل يومين هو أكد لنا بأن لا يوجد قرار يمنع من تصدير القمح لدول العالم القرار المنع هو مخصص فقط للدول غير الصديقة وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الوجهة المستهدفة من قرار المنع هذا يدور الحديث كما نلاحظ حسب الكريملين وحسب دميتري ميدفيدف وحسب العديد من المصادر بأن جميع الدول التي ستشتري القمح والغذاء والحبوب من الجانب الروسي ستقوم بعملية دفع بالروبل أو بعملاتها المحلية أيضا طالب لابد من لفت الانتباه إلى ما تحدث عنه الكريملين اليوم دميتري بيسكوفا المتحدث الرسمي خرج بتصريحات تحدثة من خلالها بأن روسيا ستقوم ببيع الغاز الروسي نحو شركائها الغربيين بالروبل والغرب سيقوم بدفع هذه المدفع باليورو لكن في نهاية المطاف ستصل كافة المدفعات إلى شركة جاسبروم المصدرة للغاز بالعملة المحلية الروبل أيضا دميتري بيسكوفا تحدث عن أمور عدة أبرزها بأن بوتين لم يرفض عقد لقاء بينه وبين الرئيس الأوكراني فولاديمر زيلينسكي لكن في حال وجود اتفاق طالب لمناقشة هذا الموضوع أو التوقيع علي من ستافروبول مراسل عربية عبد الجوادة رشد دائما شكرا جزيلا لك عبد الجوادة على كل هذه المعلومات الآن إلى الفاصل نتابع بعده نشرة الخامسة أبقوا معنا أهلا بكم الجديد قال الرئيس وزراء باكستان عمران خان إنه طلب من الرئيس عارف علوي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جاء ذلك خلال كلمة له عقب رفض البرلمان مذاكرة حجب الثقة عنه بدوره اعتبر نائب رئيس البرلمان أسد قيصر أن مقترح سحب الثقة الذي قدمته المعارضة غير دستوري متهما قوى أجنبية لم يسميها بالتدخل في شؤون البلاد وكان العشرات قد خرجوا إلى شوارع المدينة كاراتشي ثاني أكبر المدن الباكستانية تلبية لدعوة عمران خان بالاحتجاج على تصويت البرلمان لسحب الثقة من حكومتي رفض رئيس مجلس الأمة اليوم تحركا لتغيير النظام تم التخطيط له من الخارج بمؤامرة ضد 220 مليون شخص وكانت هناك أجندة خارجية وراء ذلك واليوم رفض رئيس مجلس النواب حركة عدم الثقة أهنئ الأمة على هذا معي من إسلام مباد لمزيد من المتابعة ظفر جاسبال وهو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور ظفر أهلا وسهلا بك المشهد في الباكستان معقد جدا الآن إلى الحد الذي لا يمكن معه التنبؤ بأي اتجاه الأمور ذاهبة أولا لنحدد ما الذي يجري ما هو مصير حكومة السيد عمران خان وهل هي فعلا في حكم المنحلة ما هو البرلمان شو وضع البرلمان وأين يقف الرئيس عارف علوي مما يجري اسمح لي بأن أجيب على سؤال أول حكومة الرئيس عمران خان آي تم حلها الحكومة برمتها حلت وهو يتصرف الآن لتصريف الأعمال فقط هذه ترتيبات دستورية وهذا بموجب المدى الثامنة والخمسين من الدستور الباكستاني وتلقى الرئيس عارف علوي اقتراح بحل البرلمان وفقا للدستور وبالتالي فإن الرئيس يستجيب لذلك وهذا يؤدي إلى حل البرلمان أو الجمعية الوطنية في الوقت الراهن فإن الرئيس العلوي هو الرئيس ورئيس الدولة ورئيس الوزراء عمران خان في الوقت الراهن هو في منصب رئيس الوزراء يقوم بتصريف الأعمال فقط سيد ظفر السيد عمران خان اتهم واشنطن بأنها تحرك كل خيوط اللعبة وتريد تركيعه وتركيع البلاد لذلك تشن عليه هذه الحملة هل الأمور فعلا على هذا النحو؟ هذه طريقة ينتهجها الرئيس الوزراء عمران خان الذي قال في البداية أن قوى أجنبية تتدخل في شؤون باكستان وعقد اجتماع أمني ضم رئيس الوزراء وعضافه الحكومة وكذلك الجيش للوقوف على الواقع وصحيح أن سفيرنا في واشنطن بعث برسالة إلى رئيس الوزراء مفادها أن الإدارة الرئيس بايداليست مرتاح إزاء حكومة عمران خان وأن المساعدات التي تقدمها الوزراء المتحدة لباكستان سوف تكون محل تساؤل في المستقبل وسيد عمران خان رعى في ذلك موارمرة ضد حكومته وألقى خطاب وأشار في هذا الخطاب أن قوى الأجنبية تدخلت في شؤون باكستان وحسب الحكومة الباكستانية فإن الولايات المتحدة لها يد فيما يحدث في باكستان في الوقت الرهن وهذا هو السبب الذي دفع رئيس البلا من يعرق التصويت على حجب أثيقة بمجب المادة الخامس وأشار إلى ما أشار إليها رئيس الوزراء الباكستاني وبالتالي هذه هي صيغة التي تتبنىها الحكومة على الرغم من الإنكار الأمريكي طبعا الولايات المتحدة قوى عظمى وقد تدخلت في دول مصالحها فيها ربما تتعرض للخطر نعم من نسام أبادة ظفر جاشبال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة استعادت أسواق الموصل التراثية عافيتها لتستقبل سكان الموصل في شهر رمضان لكن غلاء الأسعار كان عائقا أمام القدرة الشرائية للعائلة الموصلية تقرير أحمد الحمداني سوق السراء التاريخي بمدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق يزدحم بالمتسوقين مع حلول الشهر الفضيل لكن الوضع هذا العام مختلف عن سابقه إبراهيم علاوي تاجر مصلي في سوق السراء يقول إن هذا العام شهد تراجعا ملحوظا في القدرة الشرائية للعائلة الموصلية عما كانت عليه في العام الماضي العام مثلا المواطن يأخذ كيله وين قاسي؟ اليوم يأخذ كيله كان يأخذ مثلا خمس كيلوات مثلا زبيب أسود للشربة اليوم يأخذ كيلوين فأثر تأثير سلبي يعني اختلاف كلش عن العام المواطن كان العام أفضل منها هالسنة كصرفيات هالسنة شوية لا مواد غذائية أساسية يسعى المتسوقون في سوق السراء لشرائها وحدها الأسعار المرتفعة هي التي تقيد تبضع العائلة الموصلية من هذا السوق العريق نعم أكون طرد كثير ناس ما عنده يعني ناس خلي يومية العام العاش ثلاث ديار عاش ثلاث ديار عاش ثلاث ديار ما تعيشوه قلت له الحكومة تقف معاك ها وشاندك ما يشير هالسنة سوق باب السراء مختلف تماما عن الأعوام السابقة لأن تعرف أعوام السابقة كانت أكثر الأسواق بالنبي يونس وغير مناطق فكانت الناس تروح إلها من منطقة موصلة جديدة والآن رجع باب السراء رجع الحمد لله أحسن من قبل وبدأت الإقبال عليه أكثر يحاول الموصليون إعادة تقوس الشهر الفضيل إلى أسواقهم وشوارع مدينتهم الشهيرة بالأصالة والجمال متحدين كل العقبات التي توالت وتتوالى عليهم من تنظيمات إرهابية سواء كانت داعش أم الفصائل الميليشياوية ناهيك عن جائحة كورونا وما خلفته من كوارث اقتصادية ما زالت ترقي بظلالها على العالم أجمع أحمد الحمداني العربية الموصل نشأت الخامسة انتهت أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر